اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدة والسادة الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح فمعاهدات ورسائل صلاطين مراكش وهي متاحة لكم جميعا تحمل بصريح العبارة ان البلاد الواقعة جنوب وادنون مستقلة تماما عن المغرب وتكرر هذا الخطاب ليس لسنوات في المعاهدات بل لقرون من 1767 وصلاطين مراكش يكتبون في معاهداتهم ان المنطقة هذه حرة كليا ولا تخذع لهم وعلى سبيل المثال اتفاقيات مع امريكا مثل معاهدتي 1787 و1836 مذكور فيها ان منطقة الصحراء لا تتبع لهم ومعاهدات اخرى مع فرنسا مثل 1763 و1886 مذكور فيها ايضا ان منطقة الصحراء لا تتبع لهم فضلا على الوثائق المتعلقة بالارشيف المغربي البريطاني ولا الايطالي ولا الاسباني بالاخص بلدان كثيرة كلها تذكر فيها تلك المعاهدات ان تلك المنطقة لا تخذع بالاضافة الى الجانب الاخر المعاهدات التي وقعها السحراويين مع الطرف الاسباني وقعها بشكل مستقل على غير المعاهدات مع ولاد سباع وارقبات وابن زروق وولاد دليم وولاد بوصبع وولاد سيدي محمد وولاد العروسي وتقريبا كل القبائل السحراوية لدينا في الارشيف معاهدات مستقلة وقعتها مع الجانب الاسباني اثناء فترة التواجل الاسباني اه ليست معاهداتهم تلك حق تضمن لهم حق من حقوق تقرير مصيرهم اليوم اشتركوا في القناة